السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي هذه النشرة الجوية الخاصة والإندارية بتوقعات التقس بيئة المغرفة ان شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحتة نماذج العالمي ابتداء من يوم غد والأيام القادمة وكذلك سوف ندرجكم المدن المعنية فأولا أخي أختي إذا كنت تشاهدوا القناة لأول مرة فبغيرت ربي يساعد لك اشترك في القناة وفعل زر الجرس وما تنسوا تدعمونا بلايك وشكرا لكم بززاف بالنسبة للمدن المعنية ان شاء الله فيكتالي ان شاء الله سوف تبدأوا ان شاء الله فترة الصباحية ستكون أمطار مهمة ان شاء الله على تطوان وامطار عاصفية مع احتمال عواصف رعدية قوية وهبوب رياح نسبيا قوية كذلك على تنجة أمطار حاضر على تطوان وكذلك أصيلة والعرائش شفشاون بإذن الله لالاميمون ووزان وكذلك إيساقن وتونات وآكنن وقريج بمحمد وكذلك الحسيمة بإذن الله والناظر والدريوش بالنسبة لباقي المعنية أخرى ستكون أجواء غائمة كذلك على قلمة احتمال قطرة الضعيفة ومتفرقة بالنسبة ان شاء الله بعد الزوان ان شاء الله فصوف تستمر وامطار الخير على المدن التالية على بركان والناظر الدريوش آكنول الحسيمة إيساقن تونات وزان شفشاون قريج بمحمد سيد سليمان وكاس وتالا وتازا والخميسات مكناس مرتفعة الريف وإفران والماس الروماني الريبات سالة داربيدة بن سليمان القارب رشيد ستاة خريب قوات زم خنيفرة وكذلك أولاد فرج سيدي بنور الوالدية واليوسفية وآسافي بالنسبة لباقي المناطق الأخرى فستكون أجواء كذلك غائمة على جنوب الغرب اللي أملكم احتمال بعض الزخات المطارية بالنسبة ان شاء الله الفترة الليلية فيحتمل بإذن الله استمراء بعض الزخات المطارية على مرتفعة الأطلس الكبير بإذن الله والمتوسط على تازا وفاس ولاو وإفران وكذلك مكناس وفاس ولاو وزود شيخ وابن ملال وكذلك أزيلل وقذير بعشبة وكذلك آكمدن وأمزمس وإمنتانوت بالنسبة لإذن الله فيتوقع ويحتمل أن تبقى كذلك الأجواء وبدون تغيير كبيرة مع تجواء متوسطية وعلى الرباط لكن تبقى نسبية أمطار ضعيفة وأجواء غائمة وأجواء باردة نسبيا بالنسبة لليوم الجمعة إن شاء الله فيتوقع كذلك أن تبقى الأجواء ومستقرة إلى قاية سعوم على زخات مطارية على الواجهة متوسطية على النظر ووجده وكذلك الجمال الشرقي للملكة. بالنسبة ليوم سبت ان شاء الله في احتمل دخول امطار عاصفية وقوية جدا على وجده وبركان والنظر. وادري وشو غرسيف وعاطف. بالنسبة للفترة الليلية بإذن الله فستكون بعض الزخاط مطرية على وجده بالنسبة ليوم الاحد. كذلك يتوقع بإذن الله تقدم امطار الخير ان شاء الله يبتداء من يوم الاثنين ثمانية نوان بير بإذن الله. فيتوقع ان تكون اجواء مستقرة. محتمل بعض الزخاط المطرية ان شاء الله يبتداء من يوم الثلاثاء على مرتفعات الريف على ومحتمل تساقط التلجي على مرتفعات اطلس. تازة كذلك وتهدل هو بإذن الله غارة ابو محمد وسيد سليمان وتونات ووزن واساقن والريبات والخميسات. محتمل بعض الزخاط المطرية على جديد. بالنسبة كذلك الفترة المسائية. فيتوقع استمرار الطار الخير على النظر والحسين موات تطوان والعرائش ببرد وسيد سليمان وزخات مطرية كذلك مهمة على كذلك التوريط وامطار وثلوج هامة على افران واسكورة مداز وطاة الحاج وعاطف بإذن الله ومكناس والخميسات والريبات امطار قوي على سيد سليمان والريبات وقرية محمد ووزن والمس والرماني وخنيفرا وكذلك ميدة بإذن الله والريف وتنفيت مع زخات مطرية كذلك حاضرة كذلك على الشم الشرقي الواجهة المتوسطية بإذن الله. بالنسبة كذلك اليوم الأربعة في توقع استمروا بعض زخات مطرية على الشمال الشرقي لأن الملكات تبقى نسبياً ضعيفة ومتفرقة على أوطاة الحاج بالنسبة لفترة الليلية بإذن الله فتوقع أن تبقى بعض زخات مطرية ضعيفة ومتفرقة وبالنسبة كذلك اليوم الخامس سبقى الأجواء المستقرة وإلى اللقاء